مستمعينا كنوصلوا طبعا في مدونة الشغل وغنتكلموا بتحديدا في حالة إذاك الأجير عنده عقد شغل غير مكتوب ففي هذه الحالة واش يمكن له يخاف أو التخوف دياله واش في محلو دكتور مرحبا هاكك واش يمكن له يخاف واش اللي ما عنده شلو راق دياله يخاف على بركتي الله نعم هذا هو السؤال ياك حيث هذا السؤال هذا الناس يقولك أنا ما عنده شلو راق ما عارف شلو عندي واش ندي شي حق ولا ما عنده شلو راق عنده واحد حاجة بعدها كالطمأنه هو أنه يكون في العقد المدة دياله غير محدودة يعني العقد ممتد إلى مدة غير محدودة مجرد أنه ما عنده شلو عقد مكتوب هذه بعدها خصوية طمأن عليها غير محدودة ربما تكون قصيرة ما شيب ضرورة تكون طويلة الأمان دكتور لا غير محدودة غير محدودة أي غير محدودة ولكن غير محدودة كين ضمانات كين حقوق كين أقدامية كين أمور لما تكونش عند أصحاب العقد المحددات لمحددات المدة ولكن اللي تخصو يكون تهزلو الدبيلة هذا اللي ما عنده شلو راق هو أنه إلا تترض من العمل تفصل عن العمل ومشان المحكمة باش يطالب بالتعويضات دياله خاصه لازم يتبت العلاقة التعاقدية دير الشغل اللي عنده مع المشغيل دياله يعني مثلا خدم سبع سنين واخدم بلاوراق وتنقصد بلاوراق بدون عقد هذا هو اللي تقصد به بلاوراق وكين اللي تقصد بلاوراق ما ديرش العقد وما مصرحش به في صندوق الوطني الضمان الشيماعي طبعا النقطة الأولى اللي تتقلمت عليها أو تقولت مزيانة لابنسبة ليه هو اللي يكون مصرح به في صندوق وطني الضمان الشيماعي ولكن ما دينيش مع هالعقد أما الشخص الثاني اللي ما عنده في صندوق الوطني الضمان الشيماعي فهذا قطر Xuyt々 بتطلب بعض الحق دياله لكي تماتظ الصندوق الوطني الضمان الشي ماعي إن الخيرات وكل مشغيلة هيئدي الواجبات دياله واللي ما درلوش هاد الى هاد حادي ثانيا سن والشباب لا يدعم ثانيا السن والشباب لا يدعم خامساً إلا عنده شيء وليدات ما يستهنش بالتعويضات العائلية التي هي 300 درهم عن كل الطفل بالنسبة ثلاث أطفال الأولين وبالتالي تخصوه يطلب بلحق ديول الصندوق الوضان الضمال الاجتماعي إذا إلا نرجع للسؤال ديالي إلا تترض من بعد 7 سنين تخصوه يكون لازم عليه باش يجبت بأنه خدم سبع سنين مش يثبت بأنه فقط خدم عند ذاك المشغيل بل خدم سبع سنين باش يخد تعويضات دياله وهذا الإثبات تمكنه يجيبوا بأي وسائل من الوسائل يعني يجيب شهادة الشهود والشهود غالباً تخصو قلب الشهود اللي كانوا خدمين وما بقاوش خدمين معاه اللي تفصلوا مع العمل أو تستقلوا أو شو بحالهم بسبب من الأسباب علاش حيث ذلك اللي خدمين معاه ما يقدرواش يشاهدوا معاه ثانياً تمكنه يثبت بأي وثيقة أخرى مثلاً وثيقة واحد النهار حتاش ورقة باش يخد شي قرد من البنكة أطلب شهادة العمل من المشغيل دياله أطاهاله هذه الوثيقة كتبت العلاقة التعاقدية ثم شهادة العطلة وثيقة باش خدال العطلة السنوية واحد النهار يمكنه يثبت بالبطاقة المهنية يمكنه يثبت بالتحويل على الحساب البنكي ديال المبالغ اللي كتوصل بها شهرياً يعني الأجر دياله وأخيراً يمكنه يثبت بالوثائق اللي كتوصل عند صندوق الوطن الدماج المجتمعي بأن المشغيل دياله مصرح به وكنت يؤدي عليه الواجبات إذن هادو كلهم وثائق يمكنه يثبت بهم وجود علاقة شغل ثم في بعض الحيان تيم كله بتصاور تصاور إلا كانوا تصاور على امتداد السنوات اللي يشتغل تيم كله يثبت بأنه خدام تيم كله في بعض الحيان عيط الملحانة اللي كنت يشريم عنده واحد البوطة ديال الحوت ونص كوميرا باش كيتغداء أنا كنهضر على بني كان نهضر على واحد خدام في ولا واحدة خدام في الناسيج هالشي باش كيتغداء وإلا مدوش معاهم الغداء كيتغداء بريل الداتيش ويدل زيتون كحل وشي بوطة ديال السردين ونص كبزة هوا مغضي هادا كمول الحانو اللي كنت يتقدم عنده هاد المدة كلها تيم كله يشهد بأنه كنخدام عنده دكسيد لمدة سبع سنوات واحد نهار دار شي حادثة تسير وهو غادي للخدمة ومش هادار محضر وقال لهم بأنني كنت غادي للخدمة وها فين خدام والساعة الثلاثانية والطريقة الثلاثانية واستمعوا للمشغيل يالو مثلا نهار سجل شي حاجة بالصوت والصورة في حل العمل كانت عندهم شي حفلة في العمل كان عندهم شي حفلة في العمل كان عندهم شي اجتماع وشي ناس حضروا معها في ذلك الاجتماع شركاء ديالدك الشركة اللي يخدم معهم يجيب واحد يجيب له سلعة دائما يجيب وهو اللي يتوصل لسلعة من عنده يمش يجيب هاداكسيد يشهد معه إذن هاد مسائل الإثمات مفتوحة باش يتبت ولكن أنا كنأكد على الفترة تيمكن يتبت بينين يكون تخدام عنده ولكن يتبت أيضا بينين يكون تخدام عنده سبع سنين هاد النقطة يالي السبع سنين مهمة أو ثمان سنين أو عشر سنين أو خمس سنين هاد النقطة هادي مهمة لكن فيها صعوبة الإتبات دكتور في حالة لما كانش نضمالي اجتماعي أو صراح مسموح أن أقول لك شهولة الإتباتات و كتتقولي الصعوبة لا دكتور بالنسبة للناس اللي كتتقول سبع سنين أو ثمان سنين أو ربما أكتر اللي ما عنده شهد الإمكان يدي المول الحانوت غيشهد له سبع سنين كاملة هاد كانت تقدى عنده واحد الورش كانت تشغل فيه أشتغل فيه ربع سنين ومشه الورش آخر ومشه الورش آخر كانوا مول الحانوت المسؤالي دكتور عشي ممكن فقط نأخذ بكلام الأجير مثلا اليمين لا 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 ما كانت تخلش بعيد الأتبار حتى هذه الإتباتات التي تعطيتك تنتظر بأنها ستكون مسألة سهلة إذا كان المشغيل لا يرعي لله سبحانه وتعالى تيمكن لو يجيبه شهود للزور وش حال منه واحد أجاب له شهود الزور يقوله بإنا تسيد غادر بوحده وخدم عندك عامين وخدم كثير من ذك السنوات هذا الشي باش نقول يخصوا إثباتات يزيد هادي على هادي على هادي على هادي كيمكننا نطلقوا من قرائن وإثباتات بسيطة إلى تكوين قناعة بأن هذا السيد القاضي كيكون القناعة ديره بأن هذا السيد شغل سبع سنوات وهذا النقطة ضعيفة ضعيفة جداً بنسبة الأجير اللي غادي يعتررسوا هذا العاناء كله شحال من واحد ضعف حقه ضعف من حقه خدم سبع سنين خدم عشر سنين وضع من حقه ضعف حقه علاش حيث سعب عليه يثبتني كيقلب على الشهود ما تلقاهو مش أولا الناس اللي خدامين كيخاف ويشهدو معاه وخاصة خاصة مني كتطح في مشغيل ما كيرايش الله سبحانه وتعالى ما كيخافش من الله وكاينين ما كينيش كثار باش ما نكونش يعني متشائم ولكني كتطح في واحد لا قدر الله يجابو لك الله في الطريق تيمكن له يهدملك ذلك شيء اللي يبنيتي كله في المحكامة وهنا فين كيمشوا هالناس ضحية كيمشوا لهم الحقوق ديرهم وهنا فين كيسخطوا على القضاء وكيسحبون بنارى القضاء اللي ضدهم راها القضاء مرتاشي راها المحامي دياله تقلب عليه لا را تكون ضعف وسائل إثبات والقاضي كيتعامل مع الملف والمحامي كيديل جهدو في مستراب ذلك الإثباتات اللي كينيين يعني خصنا نفرقوا ما بين الأمور اللي هي صعبة بسبب القانون والنزاهة دي القضاء ديرنا والأمانة ديال المحامي أيضا اللي كي يقوم بالدور دياله اشتركوا في القناة